مرحبا لكل منصة التواصل الاجتماعي افا افا فمثلا افا منصة الفيسبوك هي الاخبار المفبركة ففي كتير اخبار متواجدة على الفيسبوك من مصادر غير معروفة فصارت السمعة عنها انه فيها اخبار مفبركة بنسبة كبيرة وقافت التويتر التويتر هي منصة متابعة انا بتابعك كنت بتابعني مو شرط نكون اصدقاء فحنا بنتابع بعض المعرفة ففي هذا الحاجز اللي هو بيحميني فانت ما بتعرف هويتي زي مثلا المنصات الاخرى زي الفيسبوك بيعطيني دافع لخطاب حاد ومن هون شهرة افت التويتر بخطاب الكراهية لانه ساعدت بطريقة غير مباشرة من تضخيم خطاب الكراهية اوكي طيب ايش بالنسبة للانستجرام انستجرام الصور المتواجد عليه او المحتوى المتواجد عليه مضخم او بعيد عن الحقيقة ومن هون زاد من زي ما نحكي مرض نفسي اسمه Fear of missing out FOMO يعني انا عم بروح علي فعاليات كتير انا مشغول انا بالشغل انا عم بدرس واصدقائي 24 ساعة بمطاعم مبسوطين حفلات سفر في ايش غلط عم بصير لان احنا بنفس الوقت بس هون لازم تعرف انه المحتوى المتواجد على الانستجرام هو عبارة زي كأنه عرض تشويقي لفيلم فلما يكون في فيلم جديد طالع وبنزلو له عرض تشويقي اللي هو الموفي تريلر فباخدو احسن لحظات من الفيلم بحطوها بعرض تشويقي نفس الشي الناس اللي بتنزلو على الانستجرام مش بالحقيقة طبيعة حياتهم الموجودة وبكون مضخم وبعيد خلينا نحكي عن مثال حاليا هلا في مثلا برنامج على قناة عربية كبيرة وهو برنامج رمضاني بنزل كل رمضان ولكن محتوى غير هادف فالسؤال هنا انه ليش القناة عم بتجدد للبرنامج هاي سنة بعد سنة لانه في كتير بوستات انه الناس عم بيحكوا شفتوا القناة هادا كيف انه محتوى غير هادف وانه سخيف وانه 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 وهم عم بيحكوا عن الموضوع بطريقة سلبية بس ايش اللي عم بصير عم بصير تفاعل كبير للعلامة التجارية تبع البرنامج واصدقائهم الناس اللي بيحكوا اللي ما سمعوا عن البرنامج بصير عندهم فضول انه انا بدا روح اتابع قناة البرنامج واشوف عن شو عم بيحكوا فمجرد انك تحكي عن شخص او عن علامة تجارية بطريقة سلبية انت عم بتساعدهم من حيث التفاعل والانجاجمنت عم بتكبر من جمهورهم كتير بيجيني اسئلة شو رأيك بالمؤثر الفلاني شو رأيك بالمؤثر الفلاني هو نقاشنا مجرد نقاشنا عن المؤثر الفلاني عم بزيد من نجوميته فالموضوع سهل جدا تابع اللي بيعجبك محتوى واللي ما بيعجبك محتوى ما تتابعه ولا تحكي عنه بطريقة سلبية لانه اذا حكيت عنه باي طريقة سلبية او ايجابية انت عم بتساعد بتكبير حجم جمهوره وتكبير مستوى وارقام التفاعل على حسابه بحكي لك ما تلحق المشاهير والمؤثرين على انستغرام حاول تتابع المصممين والفنانين وشوف كيف رح حياتك تتحسن ورح ترجع لك ثقتك بنفسك فجأة الاشياء اللي كانت بتضخم من عقدة النفس رح تختفي والاشياء اللي بتعطيك امل وبتفرجيك ابداع الانسان رح تزيد كيف احنا ممكن نلاقي ناس من هدول الناس المنتج المحتوى الهادف مثلا او محتوى مفيد اليوم رح نحكي عن قوائم تويتر مش كتير ناس مستخدموها ولكن الها فائد كبير جدا ورح نتعرف عليها الاقوام تويتر كيف تشتغل انت لما تتابع ناس هدول المسميهم الفولوينج رح تشوف كل تغريداتهم عندك على الجدول الزمني فايش اللي بصير انك انت في عندك تغريدات من مواضيع مختلف كتير طيب اذا انا بدي محتوى متخصص حلو بتفتح بتسوي قائمة على تويتر بتحكي ان هذه القائمة أسميها بموضوع معين مت underway club موضوع التسويق وبتضيف عليها كل شخص بغرد بموضوع التسويق توفتح قائمة تانية وبتضيف عليها قائمة التعليم وبتضيف عليها كل شخص بغرد بمحتوى تعليمي ولكن شو صار ان بدلا اروح على الجدول الزماني التابعي اللي فيه هو مواضيع متشابكة بروح على القوائم تبعة تويتر وبفتح قائمة التسويق وهلأ بصير عندي محتوى تسويقي غني بروح على قائمة التعليم بصير بشوف محتوى تعليمي غني فمن هنا ممكن إحنا نبحث عن منتجي محتوى هادف فاللي ممكن نعمله إنه نبحث عن قوائم تويتر على الجوجل عن طريق عمل هذه الجملة البحث سايت نقطتين فوق بعض تويتر.com فراغ بعدين نحط الموضوع الموضوع اليوم هنا مثلا وننس نغيره نسميه مثلا ماركتنج فراغ لست هذه الجملة تعطيق النتائج لقوائم تويتر الناس اللي ناس عملتها اللي فيها كلمة ماركتنج مثلا فنبحث عنهم هنا راح نشوف مثلا هذا الشخص اسمه روم بوركيو عنده قوائم واحدة منهم اسمها كونتت ماركتنج لست وهونا ماركتنج لست وهونا ديجيتال ماركتنج وهونا بي تو بي ماركتنج فمن هنا بندخل على القوائم هذي بصير عندنا خيارين اما انه مثلا فيها اربعة تلاف وثلاثمائة عضو القائمة هذي اللي هي ديجيتال ماركتنج لست ممكن أسوي اشتراك بالقائمة من هنا او ممكن اروح على الاعضاء قائمة الاعضاء وأبحث عنهم وأضيفهم واحد واحد حلو طيب ايش هي قوائم تويتر رجينا على تويتر هاي منصة تويتر هنا رحنا على هاي هوم تويتر دات كوم سلاش هوم حسابنا وفيه هون على الشمال مكتوب لست اللي هي قوائم نيجي هون على القوائم وفوق باليمين في عنا كيف نبدأ قائمة الحلو بالموضوع ان القائمة او القوائم نوعين قائمة عامة فممكن نسمي هذي مثلا ماركتنج لست أو ماركتنج مثلا كونسلتنتس ان عرب كونسلتنتس ان عرب عرب كونتريز حلو فهذي الاشخاص اللي بشتغلوا في مجال التصويق في الدول العربية الحلو بالموضوع انه هذي عامة لو بروح الى نيكست هذي تعتبر منصة عامة فايش معناتها شغلتين انه اي شخص بدخل احسابي ممكن يشوفها او بيبعث عنها ممكن يلاقيها واي شخص بضيفه على القائمة هذي رح يوصلوا تنبيه واشعار ان خالد ضافك على قائمة الماركتنج حلو الشغلة التانية اذا سويتها برايفت معناته ما احد بشوفها لا بالبحث او على حسابي واي حدا بضيفه ما رح يعرف ان انا ضفته للقائمة هذي فباجي مثلا هذي القائمة هو انا اه في اه ناس عندهم اه يعني التويتر بحكي لي ممكن يعبر الشحلي هذول الناس او ممكن اضيف علي ممكن اضيف فادي برشا جيسي لواء ابراهيم مثلا هذول الناس انا ضفتهم للقائمة فقائمة هذي ماركتنج فيها ست اضاع هيا هون هاي ست اضاع ممكن اروح لاي شخص مثلا هون فلنا اشوف مثلا الشخص هذا فيصل اكبس على النقاط هون وممكن اضيفه 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 للقائمة الماركتنج فانا هيك ضفته وما رح يعرف ان انا ضفته فهاي قائمة الماركتنج هاي المحتوى تبعها اللي هو معظمه اللي دخل بالماركتنج حسب الاشخاص اللي انا ضفتهم اوكي ان شاء الله نكون يعني فهمنا موضوع اليوم واهمية البحث عن منتج محتوى هادف ومفيد شكرا يعطيكم العافية